مرحبا أنا أخصائي التغذية دانا بردقجي فاعوري اليوم بدنا نحكي عن موضوع تساقط الشعر وعلاقته بالغذاء طبعا أكيد فيه كتير مننا منعاني من هذا الموضوع وخصوصا السيدات كتير من نشوف حلنا بالعيادة من السيدات اللي عم بيجوا بيشكوا من هذا الموضوع وخصوصا اللي بيكون عم بيجربوا أنواع مختلفة من الرجيمات والأنظمة الغذائية وللأسف اللي بيكونوا عم بيختاروها من على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة واللي ما بتكون مدروسة بشكل جيد ومحكم اتباعهم لأنواع مختلفة من أنظمة الغذائية اللي بيكون بتفتقر للفواكل للخضروات للحليب لأنواع البروتينات المختلفة اللي هي بتحتوي على أساسيات مكونات البروتينات اللي بتهتم بالشعر وبتهتم ببناء الشعر بشكل جيد وتعويض الخلايا اللي عم بيفقدها البشرة أو بيفقدها الشعر فعشان هيك التركيز دائما أو إحنا أخصائيين تغذية دائما بنحكي من المفروض أنه انكتر بأغذيتنا الفواكه والخضار بشكلها الني يعني مش المطبوخة أو مش حتى كمان العصائر علشان ما تفقد من قيمها من الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي هي بتعتبر أساس لتكوين البروتينات وأساس لتكوين خلايا المكونة للشعر تساخط الشعر لمدة طويلة ممكن طبعا يؤدي إلى مشاكل كتير المفروض أنه إذا حسنا بهذه المشكلة بشكل كتير كبير نتابع دكتور أو أخصائي تغذية ليعملنا فحوصات نقدر من خلالها نعرف أنه هذا النقص من وين جاي وين في مشاكل تاني إحنا ممكن نهتم فيها ومن بعدها نبدأ نصلح بالنظام الغذائي شوي شوي علشان نقدر نحل هاي المشكلة ونتفاداها يمكن أن الأثر ما يكون مبين بشكل فوري وسريع وإنما رح ياخد وقت على مدة معينة ممكن أخصائي تغذية أنه يحددها للشخص نفسه أخذ بعض أنواع من الفيتامينات والأملاح المعدنية كمان ممكن كتير يساعد على تحسين الوضع بشكل عام نصيحتي لكل اللي عم بتابعوني أنهم يهتموا بأغذيتهم ويهتموا بأكل الفواكه والخضار بشكل أخص وما يتبعوا أنظمة غذائية ياخدوها من أي مصدر غير موثوق فيه